هذا وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ولم تطل مداته كالذي يكون لقصد تأديبي أو لقصد آخر من الأمور المعتبرة شرعا غير قصد الإضرار المذموم شرعا ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهر قيل لمرض كان برجله وقيل لإجل تأديبهن لأنهن قد لاقينا من ساعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فقعد في مشروبة له فنزل لتسع وعشرين فقال الشهر تسع وعشرون معناه هذا أن الله تعالى أباح هجران الأزواج عند نشوزهن ورخص في ذلك عند ذنب أو معصية تكون منهن فقط وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغيل والغيال أو كالحميات من بعض الأمراض في الرجل والمرأة فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة وأن في المضرة وإنما يحصل ذلك بالحالف عند بعض الناس لما فيهم من ضعف العزم واتهام أنفسهم بالفلسة في الأمر إن لم يقيدها بالحالف مثلا يخاف الواحد حينما تلد زوجته يخاف أنه يغايل عليها وأن تلد بعد ما تنقضي مدة نفاسها ويباشرها زوجها قد تحميل وفي سنة نفسها قد تلد فلكي يحمي نفسه يحليف أن لا يقرب زوجته خشية الغيل أو بعض الحيان قد يكون هناك ضرر بالمرأة قد تكون مرضا معدية الرجل أو المرأة فيحليف مثلا الرجل أن لا يقرب زوجته وذلك يعني يحليف لكي يقطع على نفسه هذا الأمر لأنه لا يستطيع بغير حليف أو في الحالات العادية أن يضبط نفسه فيحليف إن خشية ضعف العزيمة منه أما إن كان من أهل العزم فلا يحتاج إلى حليف فلا يحتاج إلى حليف ترجمة نانسي قنقر